المدير العام لمجمع صيدان لصناعة الأدوية محمد حموش بأن مجمعه سيشرع قريبا في تصدير منتوجته إلى 13 دولة إفريقية وستكون كوديفوار أولى هذه الدول التي ستستقبل كمية من الأدوية ويأتي هذا بعد زيارة خبراء من وزارة الصحة لكوديفوار هذا إلى مصانع صيدان بالجزائر كما اعتبر المدير العام للمجمع أن هذه الخطوة لابد منها خاصة بعد تلبية أكثر من 70% من الاحتياجات الوطنية وكذا إنشاء وحدات أخرى بإمكانها أن تحقق فائضا في الإنتاج إلى موضوع آخر حيث أكد مستشار المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المكلف بالاتصال والإصغاء الاجتماعي سليمان بولغرينات أن أكثر من 2500 مؤسسة مصغرة ستشارك في الطبعة السادسة لصالون الوطني للتشغيل سلام 2016 الذي سيقامه كغير العادة عبر 48 وليا المزيد في الميكروفون سلف دامش الصالون الوطني للتشغيل في طبعته السادسة هذه السنة على غير السنوات السابقة أو أنه يتنظم للمؤسسة المصغرة من أجل إبراز إمكانياتها وإبرازها ما هي مجهودات الدولة هذه السنة سيكون عبر 48 ولاية ليس في الجزائر العاصمة فقط بل سيكون 48 صالون عبر كل ولاية القطر الجزائري في السابق كان يشاركو حوالي 200 أو 250 مؤسسة فقط هذه السنة تشاركو أكثر من 2500 مؤسسة تاريخ من 19 إلى 22 ماي بجميع الولايات إلى قطاع الطاقة الآن حيث ستنطلق الجزائر في عملية تصدير الغازين الطبيعي والمميعة نحو الأردن بداية شهر سبتمبر حسب وكالة الأنباء بلومبرج حيث قام البلدين بإمضاء اتفاقية في المجال بحضور وزير طاقة الجزائري صالح خبري ونظيره الأردني حسان حياري كما ينتظر أن يتم في المستقبل تصدير النفط الخام لنفس البلد هذا الاتفاق يدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الطاقة وشركة سونتراكو التي تهدف أساسا إلى تنويع وجهة مبيعاتها ورفع من إنتاجها هذه السنة بنسبة 5% نبقى دائما في قطاعي الطاقة حيث ارتفع النفط اليوم في العقود الآجلة للجلسة الثانية على التوالي وصعد الخام الأمريكي لأعلى مستوياته في سبعة أشهر مع تركيز السوق على حالة تعطل الإمدادات التي دفعت جولدن مانساكس لإصدار تقديرات متفائلة للأسعار في الأمد القريب بعد تشاؤمه لفترة طويلة وفي هذا الصدد ارتفع سعر الخام القياس العالمي مزيج برينت في العقود الآجلة 37 سنة إلى 49.34 دولار للبرميلة مقتربا من أعلى مستوى له في ستة أشهر البالغ 49.47 دولار للبرميلة الذي سجله يوم أمس في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي في العقود الآجلة 67 سنة إلى 48.39 دولار للبرميلة مسجلا أعلى مستوى له منذ أكتوبر